هم حاسين ان القصة مش منطقية لان القصة فعلا مش منطقية هو التنمر على عيالنا ممكن يوصلهم لكده؟ التنمر بقى من الحاجات الخطر جدا يعني لو حد تنمر على ابني انا اروح عامل ايه؟ على فكرة التنمر كمان بقى ليه صور كتير جدا يعني عارفة التنمر ده اللي هو سلوك عدواني تجاه الاخر ولازم يكون سلوك متكرر يعني انا بكرر العدوان ده اكتر من مرة عشان يبقى اسمه تنمر لو انا عملته مرة واحدة ما يعتبرش التنمر بقى اسمه ايه؟ عدوان تمام انا مددأ منك ايه اللي تقدم انا مددأ منك فخلاص لكن لما كل مرة قبلك فاعمل نفس الفعل اعمل السلوك العدواني ده فده اسمه تنمر ولكن موركش غيري بالزبط كده التنمر ده ممكن يبقى بشكل مباشر وممكن يبقى بشكل غير مباشر شكل مباشر يعني اتريق عليك تمام اتريق على تسريح شهرك اتريق على لبسك تنابز بالالقاب التنمر ده على فكرة من زمان يعني ربنا بيقول في الآية ولا تنابزوا بالالقاب شوفي سبحان الله من سنين وكان في تنمر ده في ناس تسميهم في الشغل في حد حنا في القبها في حد مش عارف ده انت عملهم هو ده تنمر هو ده نوع من انواع التنمر كمان التنمر ممكن يبقى غير مباشر فأنا عزم كل الموجودين في البرنامج واجه على سالي ما عزمهاش ده كسر خواطر لا ده تنمر ده نوع من انواع التنمر اللي هو بعملك اكسكلوجين او بستسنيكي من ال اهزر مع كل الناس وما اهزرش معاك اسلم على كل الناس وما سلمش عليك فأنا كده ده نوع من التنمر يعتبر تنمر بس تنمر بشكل غير مباشر التنمر بقى بيعمل ايه في الطفل بذات لو طفل زي ما في القصة كده بيخلي سقط الطفل في نفسه تتهزز لانه هو بيرسم صورته عن نفسه من خلال رأي الناس مهما انا بطيره حب وحنان وهتمام يا حرام خدي بالك بقى انه هو لسه مش كبير كفاية عشان يبقى صورته عن نفسه شايفها من دماغه يعني سالي دلوقتي تقدر تقول صورتها عن نفسها متكونة من رؤية سالي لنفسها لكن وهي صغيرة رؤيتها عن نفسها كانت متكونة من رؤية الناس ليها فالناس لما يقولوا لك انت جميلة يا سالي هتفرحي وسقطك في نفسك هتزيد طبعا ولما يقولوا لك انت وحش يا سالي اقول لهم شكرا يا جماعة شابو مرسي جدا بس الفكرة انه ازاي علم الطفل ده ما يقصرش فيك مش مهم انا جميلة او لا هي بقى دي الفكرة انه رؤية الطفل عن نفسه بتتكون من خلال كلام الاخرين لانه هو لسه طفل وسقطه في نفسه لسه ما تكونتش فلما نقول له كلام سلبي رؤيته لذاته تكون سلبية ولما رؤيته لذاته تكون سلبية هيفضل طول عمره شايف نفسه بشكل سلبي حتى لو انا بديله كل اللي هم يحتاجه لا لانه في السن ده يصحبه يبقى اهم مني رأيهم لانه في السن ده بيترسم حاجة اسمها السيناريو ايريك بيرن في الترانس اكشنال اللي هو التحليل التفاعلاتي قال انه في حاجة اسمها السيناريو بيترسم في حياة الطفل في سن 8 سنين ل10 سنين اللي هنديه للطفل عن نفسه ويصدقه فلو الطفل حس انه كل الاخرين بيتطهدوه هيكبر ويبقى عنده الاحساس بتاع ان الاخرين بيتطهدوه لو بينتقد انت مفيش حد لقدك انا ابني احلى ابني في الدنيا امي خالد مع دي كارسى برد انا عايز اروب على الاتمام ده هو ايريك بيرن قال كده بالزبط قال انه لو بدأنا نسقف للطفل ونقوله انت احسن طفل في الدنيا هطلع طفل نرجيسي ولو بدأنا ننتقده هيطلع طفل وسواسي ولو بدأنا نحسسه انه العالم غير امن من حواليه هيطلع طفل اضطهاضي برانويد زي اللي في القصة عندنا فهو طول الوقت التنمر اللي كان بيتعرض له وكان بيحسسه انه العالم غير امن اتصرف ازاي فبدأ عنده احساس بالاضطهاض من كل نرس انا حصل